جولة جديدة من مفوضات التهديئ بين حماس وإسرائيل في القاهرة محادثات يبدو حسب المعطيات الأخيرة أنها ستكون مختلفة عن سابقتها فهي أول جولة بعد المكالمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو حيث مارس بايدن ضغوطا على نتنياهو لدفعه نحو وقف القتال في غزة بل وحذره من فقدان دعم واشنطن في حال عدم تغيير إسرائيل لمسارها في غزة وكخطوة استباقية قبل جولة المفوضات الجديدة بدى وكأن نتنياهو تجاوب ولو في الجانب الإنساني مع المطالب الأمريكية إذ سمحت إسرائيل بزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة وفتحت معبر إيريز من أجل ذلك لأول مرة منذ بدء الحرب عاد عن حجم الضغط الذي تتعرض له إسرائيل من أطراف عدة على رأسها الولايات المتحدة تتعرض حركة حماس أيضا لضغوط من طرف الوسطاء لدفعها لتقديم تنازلات في المحادثات لكن الحركة ما زالت تتمسك بأهم الشروط التي ترفضها إسرائيل نقطة أخرى قد تميز جولة المحادثات هذه وهي الأطراف التي تشارك فيها ومستوى تمثيلها مصدر مصري أفاد بأن المحادثات ستعقد بمشاركة رئيس الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء وزير خارجية القطر بالإضافة إلى الوفد الإسرائيلي الذي يبدو أنه حصل مؤخرا على توسيع بعض صلاحياته في المفاوضات عكس ما كان سائدا في الجولات الماضية بعد ضغوط أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية لكن رغم المعطيات الجديدة التي تظهر جدية الوسطاء في إحراز تقدم نحو التهدئة فإن الهوة الكبيرة بين الطرفين يصعب حسب مراقبين جسرها في الوقت الراهن على الأقل ولا يبدو أن التوصل لاتفاق بوقف القتال في غزة بات وشيكا